كثرة الدعاء والله العظيم والله كثرة الدعاء مهمة لأنها تسهل عليك وتفتح لك شيء يا أخي معنى إش بها ما بدل والله جهدك وعلمك إلا ما تجهل وأكثر مما تعلم ما فيه طيب وش أسوي يا أخي لو لا توفيق الله سبحانه وتعالى لك وتسخير الناس لك قال لي دق في دبي دقل علي يقول لي أطلع بنفس اليوم بيروح لدبي يجيب لي مناشف والثاني والقصص والدمج والمسوقين والكوادر اللي جبتهم وتوافيق الإعلانات والمجتمع واللي جرع درعهم كلهم هذي توافيق فصراحة قبل البزن كنت يعني مركز على الدعاء هذه وصية الوالد لله فإنك أدعي 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 كثير ومعزلت لكن يعني لأني خايف مقبل على شيء أجهل ويمكن يكون فيه خسارة لأقدر الله وتعرف الخسارة فيها فلوس وما تدري وين يروح عندك قرط فالتوكل على الله سبحانه وتعالى مهم جدا في أي بزنس في أي شيء تتوكل على الله ودعي يعني مو بس تتوكلت على الله ودرعمت يا أخي خلت دعاء معك دائما لأنك ترك ضعيف بنفسك ودائما إذا جوتت الشيء وحسيت أني جبت آخر وسويت الأكسل شيت اللي ما تخرش المية وضبطت الأمور واستشرت عشرين شخص غالبا هذا ما ينجح وإذا شفتني دخلت نص استواء نص معلومة ونص بينة ونص بح والقلب يرقل وحاس أن الأمور تبدأ الواحد هنا يبدأ يا رب يا الله والله يعني يصير تعلق أكثر بالله سبحانه وتعالى فتبدأ تدعي كثير وكل ما سجدت وحاس أنه ما في بناء يعني ما وثقت بنفسك هذا دائما تتوفق في ذلك ترجمة نانسي قنقر